شاب كان مسرفاً على نفسه بالمعاصي والآثام يتعاطى المخدرات ويفعل الفاحشة ووصل الأمر به إلى الاعتداء بالضرب على أمه وأبيه ولما استحالت العشرة بينه وبين أسرته جعلوا له غرفة بالسطح يعيش فيها وحده بعيداً عنهم وفي يوم من الأيام تعاهد أربعة من الإخوة الصالحين أن يأتوا إلى هذا الشاب العاصي لينصحوا وعندما صعدوا إلى غرفته وجدوه في حالة سكر وفاقداً للعقل فجلسوا معه وحاولوا أن يتحدثوا معه إلا أنه كان لا يشعر بهم ومع ذلك أصروا على الجلوس بجانبه حتى أفاق قليلاً ثم بدأوا يذكروه برحمة الله وبالجنة والنار فإذا به يبكي ويقول والله ما سمعت هذا الكلام من قبل وأريد أن آتي معكم وكان الإخوة في هذا الوقت يستعدون للسفر خارج المدينة التي هو فيها فأخذوه معهم ودخلوا أحد المساجد فأعلن هذا الشاب توبته إلى الله ولكنه كان ما يزال يعاني من أثر المخدرات حتى أنه صاحبهم في الليل هيا انهضوا وقيدوني بحبل فإني أخشى أن أخرج لأبحث عن المخدرات فقالوا له هيا نذهب بك إلى المستشفى لتلقي العلاج ولكنه أصر على تقييدهم له بالحبل فقيدوه وأحكموا القيد ولكنه استطاع أن يتخلص من ذلك القيد وجلس يبكي بجوارهم من شدة الألم واستمر على تلك الحالة أياما وهو يعاني من ألم التخلص من المخدرات ولأنه كان صادقا في توبته أراحه الله تعالى من آثارها تماما فبعد خمسة عشر يوما ذهب الإخوة به إلى المستشفى فلما أجر الطبيب بعض التحاليل تعجب وقال لا يمكن أن يكون هذا الشاب قد تعاطى المخدرات من قبل ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور الرحيم عند ذلك مكث هذا الشاب ثلاثة أشهر غائبا عن أهله كما أن أهله لم يسألوا عنه لأنهم يأسوا منه وظنوا أنه قد تم القبض عليه أو أنه مات في حادث واستراحوا من أذاه وبعد ثلاثة أشهر ذهب الشاب إلى منزل أسرته وقرع الباب ففتحت له أمه لترى ابنها الذي اختفى منذ ثلاثة أشهر قد تغير وجهه وزادت هيئته جمالا ووقارا فأقبل على أمه ليعانقها ويقبل رأسها ويبكي ويطلب منها أن تسامح فقالت أمه سامحتك يا بني ثم قال لها مبتسما يا أمه أشتهي طعاما من صنع يديك فقامت الأم تصنع له طعاما وفي هذه الأثناء قام وكبر للصلاة وقرأ وركع ورفع وسجد وأطال السجود وجاءت أمه بالطعام لترى ولدها ساجدا فأخذت تبكي بكاء شديدا فرحا بهدايته ولكن ابنها أطال السجود لمدة طويلة فنادت عليه أمه فلم يجبها فأخذت تحركه ولكنها وجدته قد مات ساجدا وبعد قليل دخل جيرانه ودخل أهله ليروا هذا الشاب الذي كان في غاية الفسق إذا به يموت ساجدا وعندما فتشوا جيوبه وجدوا ورقة كتب فيها وصيته وإذا فيها أنه إذا مات فعلى أمه أن تخيط له الأكفان وأن يحمل جنازته شباب الحي الذين كان يعرفهم قبل الالتزام حتى يتوب إلى الله وأن يقوم والده بدفنه فسبحان الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وما أجمل التوبة والعودة إلى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم رأيت فيك القرآن في يوم من الأيام ذهبت سيدة مسلمة لزيارة جارتها المسيحية المريضة كما تعودت زيارتها وتقديم الخدمات لها فوجدتها نائمة في فراشها فاقتربت منها المسلمة في حنان وسلمت عليها ثم قالت لها دعيني أرقيك بشيء من القرآن الكريم فنحن نستشفي بآيات من القرآن الكريم كما أن القرآن أمرنا بالإحسان إلى الجار حتى ولو كان على غير ديننا فوافقت الجارة وقالت لها حسنا افعلي ذلك ولكن قبل ذلك أعطني من فضلك بعض الماء لأنني أشعر بعطش شديد نهضت السيدة على الفور وجاءت إليها بالماء وسقتها منه بيديها ثم طلبت منها الجارة أن ترفع رأسها عن الوسادة ففعلت على الفور وهي تبتسم في وجهها ابتسامة حانية رقيقة ثم قالت للجارة يبدو على وجهك أنك لم تأكل منذ فترة طويلة أليس كذلك؟ قالت الجارة نعم أشعر بجوع شديد فلم آكل أي شيء منذ أيام ولا أجد من يطعمني أو يعد لي الطعام وعلى الفور نهضت السيدة المسلمة من مكانها ولم تمضي سوى دقائق معدودة حتى عادت السيدة بما لذ وطاب من الطعام وأخذت تطعم الجارة المريضة في صبر دون تذمر حتى شبعت الجارة ثم قامت السيدة بترتيب وتنظيف المكان الذي تنام فيه جارتها وبعدها أعدت بعض العصائر المفيدة لحالتها وبعدها قالت السيدة للجارة هل أقرأ لك شيئا من القرآن؟ عندها ابتسمت الجارة وقالت لها بكل حب لا مانع ولكني رأيت فيك القرآن قبل أن تقرأيه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنث مرتفقا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر